اختمانها الجزئية بخطبتها الفدكية سلام الله عليها كانت واضحة للذين رأت بأنهم خذلوها كانت تخاطبهم وخطابها واضح في خطبتها اقرأ لكم انا شيئا منها مثلا اهني تقول فلما اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد وآله محمد دار انبيائه ومأوى اصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وضوح بعد ماكم جاملة لاتصرت منافقين ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين فخطر في عرصاتكم واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين قمت تستجيبون لدعوة الشيطان تركتوا القرآن تركتوا النبي طيب فوسمتم غير ابلكم ووردتم غير مشربكم وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي واطفاء انوار الدين الجلي واخماد السنن النبي الصفي تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء ونصبر منكم على مثل حز المدى الله شوف شوف التعبير بالصبر تقول لهم تدروا أنا شلون قاعد نصبر عليكم وعلى اللي تسويونا ونصبر منكم على مثل حز المدى شلون الخنجر لما يحز الرقاب ونصبر تقول هالشعور هذا الموجود ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشة هذا التقرأة انت بالزيارة فوجدك لما امتحنك صابرة لأنها الظروف كان يبيلها صبر بالواقع بعد تكمل سلام الله عليها ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أهضم تراث أبي وأنتم بمرأة مني ومسمع ومنتدى ومجمع توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون ما كنا متوقعين منكم هذا الشيء كملت فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكستم بعد الإقدام بعدين قالت معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى آخر كلامها سلام الله عليها واضح جدا واضح صريحة كانت في مواجهة من ظلمها ومن أساء إليها ومن خذلها